انا جوزي ماشي وسيبني بقالي عشر شهور ومتجوز واحدة عرفي وقاعد معا وسيبني انا وبنتين وبيبعت مصاريف للبنات وخليت محامي يكلمه ويطلق هو مش عايز وهو هاجرني ولا عايز يطلق ولا عايز يسيبي الجواز العرفي ويرجع البيت وانا مش عارفة اعمل ايه وتعبتي من الكلام معاه ليه دايما خيارات الناس بتبقى اما ده او ده اذا كان زوج حضرتك اتجوز تاني زي ما حضرتك بتقولي وانا مش هتكلم على كلمة عرف انا هتكلم على انه تجوز جواز صحيح فيه فيه اركان الجواز كلها مليش دعوة بانه هو واذا كان الجواز ده معناه غير موثق ومستوفي الاركان والشروط يروح وثقه بس اذا مش هو ده سؤالك لكن سؤالك انت بتقولي انه هو بمجرد معرفتي انه هو تجوز انت عايز تتطلقي طب وممكن يكون فيه حلول تانية ممكن يكون فيه حلول تانية انه هو الرجل يحسن معاملتك ويحسن اليك وانا حتى ما كبتش سيرت الزوجة التانية الزوجة الاخرى طب ليه ما يكونش ده خيار عندنا ليه يبقى الخيار انه لما تجوز انا مش بكلمه قبل الجواز انا بكلمه دلوقتي وهو تجوز بالفعل هو لو تجوز بالفعل لما حد بيجي استشيرني لازم استشيره على حاله واحاول ان اصل به الى الافضل والى الخير والى الساعة هو تجوز خلاص فهو لما تجوز ليه نهدم البيت ونتطلق معاصل اطلاق دوت نعم ابغض الحلال هو كب للزيت وحرق للبيت وحرق للغيط وهدي للبيت فليه نعمل كده لان انا مستمعك ما قطريش في السؤال ان انت مش قادر فانا اكلمك بما انصحوا للناس اذا ما كانوش قالولي كده مين قال ان اي واحدة جوزها لازم يتجوز عليها لازم تروح تطلق مش لازم وفي نسبة من نسب النساء اللاتي يتزوج عليهن ازواج وهن ايه اللي بيحصل بيستمروا في الزواج فليه احنا عندنا اعتقاد ان جوزها انا بتكلم دلوقتي ما بتكلمش عن حكم الزواج التاني وما بحمس الناس ان ان انت روح انت روح تتجوز للزواج التاني لكن انا بتكلم عن حاجة تانية خالص بتكلم عن ايه بتكلم ببساطة على مسألة من تزوج زوجها ايه افضل حاجة تعملها افضل حاجة تعملها ان هي تجلس مع نفسها وتعيد تقييم الحياة الزوجية مرة تانية وما يبقاش اول حل عندها وما يبقاش اول مخرج عندها وما يبقاش اول حاجة عندها ان هي تطلب الطلاق مش صح لكن ايه اللي اول حاجة عندها ان هي تدرس بقى موضوع بقاقها في الجواز لو كانت هي متضايقة افرد واحدة جوزة تجوز وهي مش متضايقة في واحدة جوزة تجوز وما تبقاش متضايقة هي طبعا هتبقى زعلانة بس مش هتبقى متضايقة لان في واحدة شايفة ان جوزة ان هي تبقى زوجة ليه طول الوقت تعب عليها فيه كده فيه كده وانتو حضرتكم عارفين طب معنى كده ايه ان مش اول حاجة تعملها الزوجة ان هي تعمل ايه تطلب الطلاق يعني ما بلاش حكاية ان هو لما اتجوز اهان كرمتي فانا عايز اتطلق ده مش هو ده الحل انا بقول الكلام ده من قبيل ومن جهة الارشاد الزواجي فلازم تعيدي تقييم الحاجة يا ستي يعني ايه تعيدي تقييمها لازم تفكر شوية هو الاصلح لكي والاولادك ان انت تطلقي هل افضل لكي ان انت تعيشي وانت ما عندكيش سند هل الافضل لكي ان انت وانا مش معنى كده بقولك ان ان انت ايه ان انت ترضي باي نوع من انواع الزلة او المعالى لكن بقولك اهو ليه ما تفكريش ليه ما تدوريش واول حاجة انت لازم تفكري فيها هو انا ايه اللي اسأل ايه او ايه اللي ناقصني او ايه اللي وجعني وتكتبيه عشان تقدر تصيغي انت الازى اللي عندك او الديق اللي عندك جاي منين فتصيغي اللي انت اللي جاء واجعل اللي عندك وتصيغي انت تعبانة من ايه ومؤذية من ايه عشان لما تعودي مع زوجك تعودي وتشوفي هو ايه اللي اذيكي وخاصة ان انت بتقولي يعني ممكن يكون الازيكي هو الهجر ممكن يكون ازيكي ان هو مش حسسك ان انت انت انسى ممكن ان هو ازيكي ان هو حسسك بانك انت مرفوضة لما راح تجوز عليكي لازم دا يتقال كده لكن ما يبقاش المعادلة اتجوز عليك لازم اتطلق لا مش هي دي المعادلة العاقلة لكن المعادلة العاقلة هو اتجوز عليك فانا شعر بايه الامر التاني هلش هذا الشعور يمكن ان يزال طب هذا الشعور بعد ما يزال على انا هيكون اسلام لي واحسن لي واكون افضل كده ولا لا كل دا كل دا لازم يتحسب لكن ان انت تقوليلي عشان انت سألتيني انا مش عارف اعمل ايه وتعبت من الكلام انا بقولك بقولك ان انت لازم تعودي معاه وايه يا حبادة لو ان حضراتكم جيتون على مركز الارشاد الزواجي بدر الافتاق المصرية ان نتكلم بالتفصيل على ان حياتكم ازاي تنتظم لان انت ممكن افسر كمان اسمحيلي افسر ان هو مش عايز يطلقك مش ان هو عايز يضرك لا هو بيحبك هتقوليني ازاي بيحبني وراح يتجوز علي دا امر موجود عند كتير من الرجال ان هو بيحب زوجته وما يقدرش يطلقها بس هو راح يتجوز التانية لان هو واقع في غرامة ايه اللي اغبطة دا الزوجة ممكن ما يحصل لهاش دا وما تقدرش على دا لكن الرجل بيحصل منه دا هل دا بيشرعا للناس ان هي تروح تتجوز جواز تاني وهم غير مؤهلين للجواز دا الجواب لا امال انا بقول كده ليه بقول كده عشان نعرف ان المسألة لسه فيها حلول ولسه فيها نظر ولسه بحتاجة لتفكير وما استعجلش فيه اللي انا اعمل واطلب الطلاق لكن نروح للخبير نشوف ايه اللي هيحصل عشان انت بتقولوا يتعبت من الكلام تعال نشوف اهل المعرفة واهل الخبرة بيقولوا ايه اشتركوا في القناة